اهلا وسهلا فيكم احلى متابعين مساء النور ان شاء الله يا رب تكونوا بحصن حال اليوم متواصلين مع سلسلة الانكلات التركية والوصفات اليوم اخترت لكم وصفتين خسين بشهر رمضان الوصفة الاولى كما تشاهدوا فيها هي سينية اللحم بالخضر على طريقة تركية بمذاق جد ريع نسوها في الفرن والوصفة الثانية هي مخبوزة تختط لكم خبز المنفوخ التركي بعجينة جد رهيبة وطري وهش على الاخر كما تشاهدوا فيه بحبة الباركة والسمسم وبطريقة العجينة جد رهيبة باش تكتشفوا هذا كتجربوها ان شاء الله يا رب تعجبكم وصفاتنا وهذه سينية اللحم بالخضر تشبه للتاجن على طريقة التركية تتقدم مع الرز والسلطة ان شاء الله يا رب تعجبكم وصفاتنا اليوم وانا باش نكتبلكم الطريقة على الفيديو من بره باش نخليلكم الطريقة بالتفصيل مع المكونات اسفل الفيديو واذا احتشتوا اي استفسار يكتبوا لي تحت في التعليقات وين نجاوب الكل وهذا خبز المنفوخ التركي كما تشاهدوا فيها الشوتري طريقته برشة بسيطة باش تكتشفوا هذا ومكونات وزادة بسيطة على الاخر واذا اول مرة تشاهد قناتي انا سلمة محمود مقدمة كالات مختلفة واختصرة من كل العالم اذا عجبتك قناتي ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس تنبيهات حتى يصلكم كل فيديو نزله وبليز ما تنسوش اللايك لانتشار القناة وانتشار الفيديو وخليك مع احلى وصفات مشاهدة طيبة وبسلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة